أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الأحد 31 تشرين الأول أكتوبر القمر ما زال موجود في منزلة الصرفة الآن وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة من صباح اليوم اللي هو 31 عشرة بتوقيت جرينج لينتقل بعدها القمر لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر ما زال موجود في برج الأسد لأنه في مراحل خلو المسار احنا ذكرنا يوم أمس أنه بدأ خلو المسار أو ببدأ خلو المسار الساعة 7 و 4 دقائق صباحا من صباح اليوم اللي هو 30 طبعا وبعديها من 7 و 5 دقائق زي ما حكينا صباحا يعني بتوقيت الأردن الساعة 9 و 5 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 9 دقائق مساء يعني احنا هسا في موعد بث الحلقة يعني في لحظات خلو المسار يعني 6 و 9 دقائق يعني بتوقيت الأردن الساعة 8 و 9 دقائق بعدها القمر بنتقل لبرج العذراء طبعا اليوم احنا رح نذكر كل شيء له علاقة ببرج العذراء ما رح نذكر انه هو يعني مش ضايل ساعتين ليش نذكرها أو ثلاث ساعات ليش نذكر برج الأسد فهي بالأثار الأخيرة بمراحل الانتقال عشان هيك بس هي فترة خلو المسار المهمة لانها فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 9 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني 8 و 9 دقائق بتوقيت الأردن القمر بنتقل خلاص وباستقر في برج العذراء عشان هيك منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهم ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في هاي الفترة بيلعب دور هام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفقد أنفسنا أو نتوهم أمراض مائلها أي وجود هاي فترة أفضل للتخلص من عدد سيئة مثل التدخين وشرب الكحول وبوسعنا أيضا بهاي الفترة اقتناع حيوان أليف مطالعة كتاب البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا من ناحية صحية زي ما بلشنا إحنا نذكر في خلال حلقة الأمس والآن إن شاء الله رح نظلنا مستمرين على هذا النهج العضاء المعرضة عادة لما بيكون القمر موجود في برج العذراء اللي هي البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الزائد الدودية، القولون، الجهاز الهضمي، الإثنى عشر، المستقيم الأجهزة الحساسة مثل العيون والأذن هاي المناطق هي اللي أكثر حساسية بتكون في خلال الفترة هاي فعشان هيك بتكوا تراقبوها بشكل جيد وخصوصا الأشخاص اللي بيعانوا من البنكرياس اللي هو السكري أو القولون العصبي هذولا أكثر ناس بتحسسوا برضو اللي هي الأذن والعيون كحساسية إصابات يعني التهابات بالعيون أو التهاب بالأذن الوسطى الاثنى عشر زي اللي معهم قرحة وأشياء مثل هيك هذولا بدهم ينتبهوا اللي بيعاني من أي شيء أو بده يبدأ بعلاج هاي الأعضاء تحديدا هاي فترة مناسبة لهاي الأمور بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا القمر الشاحب وهو اليوم بشكل زاوية تثليث مناسب جدا لإجراء العمليات الجراحية في شخص أو ذكر أنه المريخ بنتقل والمريخ هو إلو علاقة بالعمليات الجراحية المريخ ما إلو علاقة بالعمليات الجراحية المريخ إلو علاقة بالنيران هو تخصصه النيران والحرب والعنف ما إلو علاقة بالعمليات الجراحية طيب أما بالنسبة لليوم أنه بالنسبة للتجميل طبعا ما زالت اليوم في زاوية تثليث للتسديث راح تكون بين القمر وبين الشمس واثنين سعيدات فهي فترة مناسبة ولكن لأنه هو في مرحل الشحوب أو انحسار الهلال فهو غير مناسب للأشخاص اللي بدها تقوي شعرها أو اللي بدها تعالج ضعف الشعر أو تساقط الشعر غير مناسب إلهم قص الشعر أما بالنسبة لعمليات التجميل فهي مناسبة لأنه برضو الزهرة زي ما شفنا هي سعيدة وزوايا بين النايران بين الشمس والقمر برضو سعيدة فهي ممتاز الفترة اليوم هذا لا أمور التجميل وقص الشعر التجميلي أو صبغ الشعر أو الأمور مثل هيك ولكن لعلاج الشعر التالف أو تساقط الشعر هدول ما مننصحهم بقص الشعر بالفترة هاي مننصحهم في مراحل نمو القمر بالنسبة للي بدهم يأخذوا مطعوم كورونا خلال اليوم اليوم هذا المطعوم ممتاز جدا برضو ولكن برضو عشان القمر زي ما حكينا بنتقل من الأسد وبدو ينتقل للعذراء والعلاقة بالقلون والأمعاء والأمور هاي فشوي بيصير نوع من أنواع الاضطرابات اللي بأخذوا مميعات ممتاز بالنسبة لهم يستمروا عن مميعاتهم ولكن بفضل أنا اللي هي أمور عشان الأذن والعيون اللي هي من نوع الضغط هاي فمنقول اللي هو البرستمول أو البندول حبتين كل ست ساعات اللي هو عيار خمسمية أو ألف حب وحدة كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام عشان الحرارة وبرضو عشان الأعراض الجانبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح تكون هي زاوية تزديس إيجابية ذكرناها يوم أمس بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 6 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر يعني منزيد ساعتين على توقيت الأردن الساعة 8 و 21 دقيقة مساء اللي هو من موعد بث الحلقة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني نفترضها أنها 9 الساعة 11 صباحا بتوقيت الأردن بتتشكل هذه الزاوية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية برضو بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 32 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش يعني الساعة 7 و 32 دقيقة أو 7 ونص بتوقيت الأردن بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء اليوم فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم واحد 11 بيبدأ في تمام الساعة 5 بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني تقريبا 7 مساءا بتوقيت الأردن وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 10 دقائق مساءا يعني الساعة 1 و 10 دقائق بعد منتصف ليل اليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر هذا بتوقيت الأردن لا ينتقل القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 11 و 50 دقيقة مساءا بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة اليوم 25 في المية يعني جزء بسيط من القمر اللي بيكون مضيء أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22 11 منتحسة بنسبة 60 في المية القمر في العذراء حتى يوم 11 سعيد بنسبة 45 في المية ولكن في ساعة الظهر بتنزل سعودته لـ 15 في المية أما بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم 5 11 سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في القوس حتى يوم 5 11 سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في العقرب طبعا استقر في العقرب لأيوم 13 12 منتحس بنسبة 15 في المية المشتري في الدلو حتى يوم 29 12 سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الدلو حتى يوم 4 6 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10 في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10 في المية بلوتوف الجدي حتى يوم 29 4 سعيد بنسبة 15 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر اليوم موجود في البيت السادس استقر تماما بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك اليوم بيتراكم في العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة ممكن اليوم تتوصلوا لاتفاق ما بينك وبين زملائك أو ما بينك وبين أحد الأشخاص حاول أنك تبحث عن حليف أو عن دعم واتجنب الإساءة للأصدقاء والشركاء وحاذر برضو من التراجع الصحي برج الثور بتظل الرغبة اليوم قوية عندكم بالتقرب من أحبائكم القمر صار موجود في البيت الخامس فعشان هيك الطاقة العاطفية وطاقة الحضوض بتلعب دور كبير معكم اليوم بإمكانكم إيجاد قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم وبحيطكم اليوم الفلك هيك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي أو لحل الواجبات اللي عليكم ولو التواصل مع المحيط ممكن يكون اليوم هذا من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا فعشان هيك اليوم تشعر بالطمأنينة والراحة وعندك إمكانيات لإنجاز كثير من الأمور برج الجوزاء القمر الآن في البيت الرابع يعني بيت البيت والعائلة فعشان هيك اليوم بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن اليوم تشعروا ببعض الحزن أو التعب وتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك حاول إنك شوي تنتبه لأنه ممكن تلمس بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات اليوم القمر في البيت الثالث لإلكم بيت الحركة والاتصالات والتواصل وإيصال المعلومات فعشان هيك اليوم أهم شغل إنكوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات لأنه المريخ منتحس خاصة أثناء السفر أو التنقل داخل المدن يعني بدون اندفاع وتهور لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار لإلكم اليوم ممكن يسجلك يعني شيء مميز هو إما اتصالات مهمة أو تجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة أو تقوم ببعض الزيارات أو تلاحق بعض الأعمال الملحة وتنجزها وهذه الأمور طبعا بالنسبة لإلك هي ضرورية فعشان هيك تكون لازم تكون جاهز لهذه الأمور بقوة برج الأسد القمر الآن في بيت المال اللي هو البيت الثاني لإلكم فعشان هيك اليوم بتكوا تحاولوا إنكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أو مثلا أمور إلها علاقة ببعض الديون أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبدر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود الأجواء جيدة في منك اليوم ممكن يحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم برج العذرة وبتشعروا اليوم بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور طبعا بعد ساعتين ثلاثة من بث الحلقة لأن القمر خلاص بيكون استقر عندكم أنتوا بلشتوا تشعروا من ساعة المساء قبل ما أبث الحلقة هاي الأجواء بلشت تتغير فعشان هيك بشكل إيجابي اليوم رح يكون مميز بالنسبة لإلك ورح تكون أنت مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد أو مشروع أنت بتفكر فيه الفترة هاي فيها طاقة عالية جدا ووضوح في الأفكار فعشان هيك لازم تستغلها برج الميزان طبعا القمر الآن خلاص تحرك باتجاه بيت المتاعب خلاص استقر فيه فعشان هيك اليوم هذا صعب عليكم رح يكون شوي فبيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر عليكم التعب الشديد ممكن تفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية هاي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال فعشان هيك بنصحك أنك بس تتغوم بالواجبات الضرورية أو الأشياء المطلوبة منك فقط لا غير ما تجتهد بشيء جديد برج العقرب بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تسارع للمشاركة بأي مناسبة ولعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع اليوم أنت بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون عندك واضحة وعشان هيك ما بجوز أنك تتجنب أخذ قرار أو اتخاذ قرارات اليوم إذا كان في أشياء بحاجة لقراراتك ادرسها سريعا وأعطي القرار فيها الوقت مناسب وإذا استعنت ببعض الأصدقاء بيكون ممتز برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر حاول أنك تنظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بتنشطوا اليوم في الأمور اللي لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك اندفاع وحماسة ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك هاي فترة إيجابية جدا أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرصة برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من نفقات قدر المستطع اليوم القمر انتقل من المقابلكم تماما للبيت الثامن فعشان هيك شوي بتكو تهتموا للأمور اللي إلها علاقة بالصحة صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك اليوم تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط فيه ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وحاول أنك ما تهمل ملف أو قضية خلال هذا اليوم برج الحود ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو في العاطفة أهم شيء أنك تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم لأن القمر مقابلك تماما ما في داعي للخلافات نسق بين مختلف الواجبات وحافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغط لأوضاع ممكن تكون صعبة إذا أنت كنت حد الطباع وفتحت مواضيع ما لازم تمفتح هيك منكون أنت هنا من توقعاتنا لهذا اليوم وقبل ما أقول لك أنت حطيت لايك يعني حطيته لايك أنتو يعني اللي ما حطش اللايك يحط اللايك واللي كان حطتي لايك يكتب لي تحت أنه كان حط اللايك قبل ما أذكره شكرا للكم في النهاية بحب أشكر الأشخاص المنتسبين والداعمين للقناة والداعمين حتى باللايك والكومنت والشير واللي بكتبه تعليقات حلوة تحت من آراء وأفكار وبعض الدعم النفسي لإلي شكرا للكم جميعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا